البيت الأبيض بات شركة علاقات عامة لحساب محمد بن سلمان هو التوصيف الذي يراه السيناتور الجمهوري بوب كوركر مناسبا للقصر الرئاسي الأمريكي في عهد دونالد ترامب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ونائبه الديمقراطي بوب منندز أمهل الرئيس الأمريكي 120 يوما فقط لا غير للرد على مطلبهما تنفيذ تحقيق حقوقي ثاني لمعرفة إن كان ولي العهد السعودي مسؤولا عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مهلة محددة قبل أن يسري قانون مغنيتسكي بشكل تلقائي ما يعني فرض إجراءات عقابية ضد مسؤولين أجانب زعيم الجمهوريين والديمقراطيين لا يغريدان وحيدين فمن داخل الكونغرس تصدح كثير من الأصوات الدى ترامب وموقفه من الجريمة النائبة المنتخبة إلهان عمر غردت منسجمة مع أفكار زملائها قائلة مرة أخرى يثبت ترامب أنه لا يمكن شراء بوصلة أخلاقية كما تثبت المملكة العربية السعودية أنه يمكن شراء رئيس فيما تساءل السيناتر كريس ميرفي إذا كانت السعودية حليفة واشنطن تمول نمط يشكل الأسس البنيوية للقاعدة وداعش فما المطلوب لتكون دولة عدوتنا الحزبان الجمهوري والديمقراطي كلاهما سيدعمان بقوة فرض عقوبات أمريكية جدية على السعودية يقول السيناتر الجمهوري لينسي جرهام ويؤكد ضرورة أن تشمل الأفراد المعنيين في الأسرة الحاكمة يضاف إلى هؤلاء السيناتران بيرني ساندرز والجمهوري رامت بول الذين يتشاركان اليقين بأن ترامب وضع السعودية أولا وليس أمريكا أما وقد تجاوز ترامب حدود التزييف بنظر جون أوين برينن المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية فأنه يكون بذلك قد استطاع جمع المجد من أطرافه كل الأطراف ترفض وتدين مواقفه بشأن قضية خاشقجي